ايضا من ضمن المكاسب النوعية المهمة جدا اللي حضراتكو تابعتوها خلال امبارح والنهاردة حسم الاهلي للتعاقد مع المدير الفني الاجناب الجديد وهنا الاهلي رجع لطبيعة الاهلي شفتوا حضراتكو الناس راحت اللي راح لندن واللي راح ألمانيا واللي راح البرتغال كل يوم الجرائد بتروح في سكة والمواقع بتتجه لمكان والبرامج الرياضية تحكي على انفراضات وكل كلام محدش كان مستغرب هو الاهلي ما بيتكلمش ليه هو الاهلي بيفوض مين الناس تقريبا أو شكت انها تجزم وتحسم التعاقد مع فلان الفلاني ولا أصل فلان فيه خلاف على كذا وقصص وروايات كتيرة جدا اتسلتوا بيها اليومين اللي فاتوا حتى أعلن الاهلي على مدربه الأرجوياني مارتن لسارتي اللي وصل بالفعل والنهاردة عقد مؤتمر صحفي أكيد تابعتوه عبر شاشة قناة الاهلي على الهواء مباشرة من المقر النادي وهنا نتعرض بالتفاصيل لمدارة في هذا المؤتمر وإيه مؤشراته لسارتي بهذه الكيفية وبهذه البصمة اللاتينية رايح بالاهلي على فين إن شاء الله النهاردة كان موجود في المقصورة تابع المباراة سجل ملاحظات حيسافر وحيرجع تاني خلال بضعة أيام عشان يبدأ العمل الرسمي لكنه زي ما بقول لحضراتكم دي نقلة نوعية في أكتر من اتجاه نقلة نوعية في مسألة التعاقد مع مدرب من مدرسة تانية خالص الأهلي محتاج يتعرف عليها ومحتاج يتعامل معها روبة جديدة ومهمة جدا لكن كمان أنه يعود الأهلي لطبيعة عمله في التفاوض وإزاي يقدر يتكتم أسراره وإزاي يقدر ينجز المهام لأنه دي لقطته لسارتي في المباراة القضية لا تتعلق في حتة التخفي وقدرة الأهلي على الانغلاق وقدرته على أن هو يحوط على أموره هي مش استعراض قوة أو إثبات أن الأهلي يقدر يحسم أموره في الخفاة لا هو باستمرار وأبدا دي طبيعة العمل وطبيعة العمل في مثل هذه التعاقدات تحتاج هذه السرية لأنه لما بيتقال أن الأهلي بيفوض اللعيب الفلاني عارفين أنتوا حضراتكم طبعا الوكلة إزاي بيسربوا مثل هذه الأخبار إزاي الأسعار بتوصل لأرقام مش طبيعية وإزاي منافسين يدخلوا ممكن يبوز الصفقة أو عشان يؤثر عليه ده بيحصل بشأن مدرب شوفنا احنا في فترات سابقة مجرد ما يتقال الأهلي بيدور على مدرب وبيفوض فلاني الفلاني هتلاقي فيه أندية أخرى مش بالضرورة في مصر حتى في المنطقة العربية عندها قدرات مالية عالية جدا تجري على طول مدام الأهلي بيفوضوا يبقى ده مؤكد حد كويس فإدارة ملف التعاقد مع المدرب الإروجوياني بكل هذه السرية وبكل هذه الحالة الاحترافية المنضبطة جدا من جانب الكابتن محمود الخطيب اللي محدش عرف منه أبدا من المدرب من الاتفاق ووصول المدرب للقاهرة فأنا أعتقد دي مسألة بيستعيد بيها النادي الأهلي طبيعة العمل في هذه المؤسسة الرياضية المهمة مؤتمر كان مهم هنتوقف عنده النهاردة في أكتر من جانب علشان نقول لحضراتكم من خلال اللي قالوا لسارتي إيه المؤشرات بالضبط وإيه ملامح هذه المدرسة اللاتينية الجديدة في قيادة كرة القدم الأهلوية اللي دايما وأبدا النادي قالوا خليكوا دايما فاكرين من الآلي ما بيتعاقدش مع مدرب أجنبي علشان بس ياخد بطولة لا علشان بيغير فكر الكروي علشان بيطفي بصمة مفيدة للكرة المصرية عمتا قبل ما تكون مفيدة للكرة الأهلوية الوحدية عمتا قبل ما تكون مفيدة للكرة الأهلوية عمتا قبل ما تكون مفيدة للكرة الأهلوية